اه السلام عليك يا شباب. اه كلمنا ان شاء الله ارضه عن ال اه اخدم مع دكتور بالكده. ازاي نحل اللي هي كتت المعادلة في معادلين في المتغيرين او تات معادلات في تات متغيرات. اه بالطريقة الحسف اللي هي كتت والطريقة التانية اللي هي كتت والماتريكس. ودلوقتي بقى هنهش على ازاي نحلها بالانفرس اه طبعا عندنا اول حاجة قبل ما نبدأ قبل ما نقف نحل قبل ما متأكد عشان تأكد اصلا ان دي تتحلي ينفع تتحلي او في شرطية اللي لازم يتوفر اهو اه اه بمعنى معنى احنا مسلا اللي عندنا اه يعني اللي هما مسلا اكس واي فمحتاج يكون عندنا طب برضو اللي هما معادلتين عشان نعرف نحل المتغيرين دول. برضو اللي عندها تات متغيرات فبالتالي عايزين اه تلات معادلات ومتغير عايزين معادلة وهكزا. فلازم يكون عدد المتغيرات او يساوي عدد اللي عندنا او المعادلات. تاني اه المفروض اللي هو دي تيرمنت دي تيرمنت دي تيرمنت دي تيرمنت اف كوفيشنت ماتريكس اللي هي الايه. is not equal to zero. طبعا دي مش فاهمنا اللي لوقتي سوي لك اللي هفاهمكم و هفاهمها لكم ولما نحل بعد شوية. بيقول لك او المحدد بتاع بتاع المعاملات اللي هو المحدد بتاع الماتريكس على المعاملات اللي هي الايه. ما بتسويش الزيرو. ده معنى ايه? هفاهمكم اللي لوقتي معنى ايه? لما نشرح او نحل يعني. بيقول لك هنا suppose we have the following system. ده ده system. مسلا الايه دي. اللي هي الرقم اللي هو كونستان تبقى بقى مع الاكس. مسلا اتنين اكس او واحد اكس ثلاثة اكس اين كان. الايه وان دي. اللي هي الرقم اللي جنب الاكس. وزائد ودي الاكس طبعا. زائد اللي هو الرقم برضو مضروف في الواي. يساوي السي. اللي هي اي معادلة مع الفان هنحلها بكده في شيت تو. وشيت تو بوينت وان. بس دي كانت انكولات. في شيت تو بقى كانت اللي هو معادلة اي معادلة عادية. الاي دي بترمز للرقم اللي في جنب الاكس. اللي هو المعامل. والاكس اللي هي المتغير. وهي او ماينس اين كان. البي اللي برضو اللي هي المضروف في الواي. والواي واخر حاجة كان لحد المطلق. فده ده بيقول لك يعني شكل معادلة. اي وان اكس زائد بي وان واي. والمعادلة التانية بتكون ايه تو بقى? اي اكس زائد بي تو وي. يساوي سي تو. اه اللي هو الحد المطلق. اه طيب. اول حاجة اول طريقة عشان اول حاجة بنعملها دايما في سواب بنحل او بنحل بنحل بنطلع من المعادلات دي. اه ماتريكس وتو فيكتورز. لهم ما دول. اللي بيطلع بتجيبهم منها الماتريكس وماتريكس وماتريكس. لهم ما قولنا الفيكتور اللي هي بتبقى يعمود واحد هي صف واحد. فاول حاجة محتاجين اه نقسمهم او عشان نهلاب الماتريكس او الديترمنت او بنخليهم في صيغة الماتريكس والفيكتورز. فاول حاجة بنعمل ايه? عندنا اول حاجة بنعمل بنعمل ونحط فيها السوابة اللي هي مضروبة في ال اكس والواي. بمعنى هنا عندنا الا 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 اللي هو الرقم المضروف او المعامل بتاع الاكس بنحطه انا حاجة بنعمل دي 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 يعني دي في متغيرين. يهو دي يعني ايه? دي اكوشن وان. دي اكوشن وان. ودي اكوشن تو. فدي كده ده الشرط الاول اتحقق اللي هو كان محتاج متغيرين في معادلتين. ده عندنا متغير اللي هو الاكس وعندنا متغير الواي. واي اكس طبعا هنا هو الواي. فدول متغيرين في معادلتين فكده الشرط الاول اتحقق اللي هو عشان نبدأ ندور نحل بال او او فهنا عندنا ايه? عندنا اللي هو رقم مضروف الاكس والبي وان. وهنا الاي تو اللي ونضرب في الاكس برضو اللي هي مضربة في الواي. بنعمل منهم متريكس. ازاي? بيفتح قصر الماتريكس اللي هو التنكس الطبيعي. ونحط نفس الترتيب. نحط سواءنا مسلا كتو واحد نحط هنا واحد. وهنا مسلا المضربة في الواي نحطها. ونعمل منها اللي هتبقى هتبقى لان دول متغيرين في معادلتين. لو كانت مسلا تات متغيرات تات معادلات. كانت تبقى سري باي سري. والحسب هتبقى هو يطلب منك ايه? ودي بنسميها او اللي هي المصوفة بتاعة المعاملات يعني معامل. فبنحط فيها بس المعاملات بتاعة اللي هما دول لهم. اللي هما الاي وان والبي وان والا اي تو والبي تو بحطهم في التنين بقى بيكونوا اه بيكونوا فهنا عندنا اول حاجة بتاعة او المعاملات بيدرابها بقى في مش هم هنا مضربين في فبنعمل برضو هنا ضرب هنا. بنعمل اه 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 فيكتر صغير في اكس واي. هاي اكس واي سبتة. يعني هي نحط اكس الاكس كاكس والاي كواي. لسه ما نعرفهم. مش لسه احنا عايزين نجيبهم. فبنحطوهم ايه? اه نحطها كده لازق على طول في الماتريكس اللي قابليها. اه نحط فيها اكس واي. دي بتاعت اسمها اللي هي اللي هي بتاعت المتغيرات. اللي هما الاكس واي اللي هما المتغيرات اللي عندنا. وبيت دي تنزله برمز اكس. قلنا الماتريكس اوف كوفيشن. اللي هي الماتريكس تحتنا معهم بنظمون لها بنظم لها برمز ايه? اه او الكابيت الاخزة دي ترأي ان كان. وهنا بنظم لها بنظم لها بالرمز اكس اللي هو برضو عشان اكس ده بنظم لها بالرمز اكس. واخر حاجة عندنا اللي هو بنعملها بكتر بس من الرقمين اللي هما اللي حدوا المطلقة اللي هو والسي اه بالشكل ده بنفتح البراكت برضو نحط والسي تو ونحط البراكت ودي بنسميها او بتاعت الثوابت ونسميها دي بنظم لها بنظم لها بالرمز بي. اه وبعدين اه ايه بقى القانون? ازاي بقى نجيب بقى ازاي نحل او نجيب اللي هما الاكس والواي اللي هما دول. اه اللي هنا اللي هنسان عايزنا بنحلها ازاي بال او الحاجة. هو ده القانون. القانون اللي هو بيقول لك اي اكس؟ اه يساوي بي. اللي هو نفس المكتوب. اللي هو الاي اللي هو الاي هو مضروبة في الاكس. الاي مضروبة في الاكس اللي هما اهو. الاي مضروبة هنا في الاكس. اه يساوي اللي هو طيب. احنا الوقت عايزين نغرق القانونة عشان هلたい smart نعمل ايه? اول حاجة هنجيب. احنا نحتومة حايزين اكس. اللي هو المتغيرات. فعنا ما نجل سمihadها في حناة لوحدة. فانخلي حنخلي هنخل هنخلي زي ما هي. ونودي دي اه مقسومة عشان هنا مضروبها. فتروح مقسومة. فتبقى على ايه? فبرضو عايزين اه طبعا ما فيش طبعا في الماتريكس. فآآ بنطلع ال اي فوق بي. يعني هي في المقام. عشان طلعه في البصل. اي حاجة باي حاجة. اي رقم في المقام اي حاجة. نخليه بسنب واحد. بنطلعه باوس سنب. فهتبقى ايكس طبعا 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 بعد ما طلعنا ال اي فوق فضربت في بتاعها. مضضروبها في اللي هي السلب واحد او اللي هي اللي هي نحتاج نحتاج نجيبها. طيب. ده مسلمة دهولنا اللي هو ده السيستم هو عندنا اوه حلو باول حاجة اللي هي ده سيستم هو بسيط اللي هو بلك اكس زائد اربعة واي تساوي يساوي تمانية والقانون والقصدي المعادلة التانية اللي هي خمسة اكس ناويس اربعة واي تساوي ستاشة. طبعا في حاجة ما يشتطلها احنا قلنا ايه? قلنا فوق عشان نتأكد ان القانون دي اصلا او الحاجة دي يتحل او ما يحتاجين شراطين شراطين لو ما قلنا متغيرين او عدد متغيرد ساوي عدد العدد مشرحناها. دي بقى اللي هي قالك بتاع يساوي اه ما يساويش الزيرو. لو هو ده. لما نيجي احنا كده هنجيب بتاعه اللي هو اللي شرحنا الله هو ده عمالات ده الماتريكس. لما نجي نجيب بتاعه ما يساويش الصفر. لو ساوي الصفر فهده معناه ان اه دي ما ينفعش تحلي بيه الانفرس وماتريكس ولا ينفع تحلي بيه. مثود يعني. فنجرب ضغطي اول حاجة بالمسألة دي بيه اه قلناه الحاجة بنعمل ايه? الماتريكس تاعتنا اللي هي متريكس بتاعت كوفيشنت لهمها المعاملات. هنا الاكس المعامل بتاعها اللي هو طبعا واحد طبعا واحد بناكتوش هي المعامل بتاعها واحد مضربها في الاكس. فهنكتب هنا الواحد. ونبص على المعامل بتاع الواي اللي هو موجب اربعة فهنكتب اربعة. وهنا برضو اللي هو الاكس هنا ال اي تو دي ال اي وان ودي ال بي وان ودي ال اي تو ودي ال بي تو. اه فهنا الخمسة المعامل بتاع الاكس وهنا الاربعة. اه هنا لسالب اربعة معافون سالب اربعة المعامل بتاع الواي. السالب هاي البعض. آآ فنكتبها. وبس ونقفل هنا هنا هنا. ونفتح القوس. قلنا اللي مش القوس معاش. المسكس تانية التانية معاش. اللي هي في مكتب فيها الاكس والواي. زي ما هي كده. كده دي اللي احنا عايزين نجيبها. ونعمل يساوي اللي هي بتاعت الحدود المطلقة اللي هي التمانية ستاشر اهم. دي التمانية معاش. وهنا الستاشر. ونقفل. وبس نكتب بالقلون بتاعنا. كانية القلون بتاعنا الاكس تساوي ااا مكملات المعاففون سانية القناة مضروبة في طيب. اول حاجة حازين نجيب اول حاجة عشان نجيب دي اول حاجة عشان نجيب بين fa اENE ارتوء في التوبة اي تو. همشان كان يسعط pierwszy لا بسارعة بس التوبة دي دي محتاجين ال انفرس التاعة الاي دي. دي الونة اللي Єي هي الايه. الماتريكس دي اللي هي اسمها الاي. فعشان يجيب اول الحاجة بتاعة نكتب هيدي زي ما هي. اهي. الايه بتساوي الواحد الاربعة. الواحد والاربعة والخمسة والخمسة والسالب اربعة. في عشان نجيب بتاعت الماتريكس التو باي تو. اه بنكتب بنجيب اول حاجة بتاعي. يعني الايه دي نجيب بتاعي. اللي هون اللي هو اللي هو. ماشي شعفوا ان هلها دي كده عشان ايه? اضح ماشي. اه بنضرب ناقص اول حاجة. نضرب نضيف فيديو اللي فات له. مش هفوش يروح يشوفوا. اه في السالة اربعة هتدينا سالب اربعة ناقص اربعة في خمسة اللي هي بعشرين. فالناتج هتبقى ادينا سالب اربعة وعشرين. وده هو بتاع البتاع دي. اه بتاع قص يعني المنصوفة دي. طبعا هزيد ليه? عشان نجيب منه تاع الماتريكس. احنا دوقتي يعني حسنا احنا هدفتنا لجيب الماتريكس مش الديترمنت. ده هنجيبه في الديترمنت مثل اللي هي التانية. طيب اه انا زي نجيب بتاع دي دي احنا انا اكتب بس هنا اللي هو الانفرس زياني جيب بتاع تو باي تو. اول حاجة بتجيب زي ما عملنا كده بجيب اول حاجة نجيب اللي هو بتاع ده الماتريكس اللي معنا. ونقسم واحد على اللي هو يكون واحد على في اللي هو ايه? اللي هو هنقعه نحن وبعد شوية برضو اللي هو ايه يعني اه هشحركه دوقتي. اه فاول حاجة احنا جامعه لديترمنت. طب نجيب اللي هو اللي هو اللي هي اللي هو الانفرس الماتريكس ازاي. بنمسك الماتريكس زي ما هي كده اللي هي الواحد اللي هي دي الايه اهي ده كده حاجة تاني. اه بتساوي واحد واربعة اللي هي فيها الواحد والاربعة اللي هي المساعتها. والخمسة والسلب اربعة. ازاي نجيب بقى او نجيب المضروعة في الواحدة على اول حاجة بنشاء اللي هنوصر يعني مسلا دول ده دولة ده انا بمسح ليه اقولنا ده اه وده هو الاربعة خمسة والواحدة والاربعة من فاول حاجة عشان نجيب يعني نجيب المقلوب بتاعتها نقلب يعني نبدل عاصر فهتبقى ايه هتبقى نفتح ماتريكس ثانية فهتبقى هنشالب عاصرها فهتجيب دي مكان دي يعني هنجيب دي هنا ناحية دي ونجيب دي ناحية دي فهتبقى هنا السلب اربعة وهنا الواحد طيب بس كده ونكتب تاني الاربعة وخمسة لهمGS لا مش هكتب اربعة خمسة هنضرب الاربعة وخمسة في سلب او هنبدل اشارتهم. يعني هم حساب حيث ان لو هنا موجب هنخليها سلب. ولا هنا سلب هنخليها موجب. فنبدل اشارتهم هؤ하는ذنين مع بعض. فهتبقى هنا خمسة هيؤ ايه دي موجب فنخلي اشارتها هتبقى نلاقي الس اربعة. طبعا لو هي كثرب بعض خليها موجب وهكذا. اول من اول او التاني يعني اللي هي رشاد تاني. وبس ده كده اللي هو مصف كده احنا جدنا الايهiumfers قلنا اللي هو ايه؟ اللي هو بيكون suicidate لواحد فكده معانا اللي هو الواحد على nutrient واحد على حاجة بنها اللي هو سلب 25 فاتب على seriously اه في الماتريكس اللي جدناها اللي هي المقلوبة دي فخليها هاي اللي هي سالب اربعة وسالب اربعة وسالب اربعة وسالب خمسة واخيرا الواحد. وبنقفله. دي بقى هي ايه قانون بقى الاساسي حتى جاء جدنا فيقون نوصل الى ايه ايه اكس في ايه ايه اكس يساوي الاي امورس في البي فبالتالي اح ممكن نشيل دي اصلا خالص يعني ايه يعني كده عرفته القانون بس بتاع العنك كده عرفته عشان عاركوا قانون بتاع الاي امورس. بس نخليها بقى ايه في المسألة نفسها اللي هي الاكس بتساوي اللي هي المقلوبة اللي هي سالب ما Debbie هي واحدة على سالة بعض الشيء في مضروبة في البي اللي هي قلنا اللي هي اللي هي ال�ثمانية والست Sherry فبنعمل تمانية نعمل بتاعتنا اللي هي الثمانية والستاشر والذي ضربوا في بعض فكده هنجيب قيمة الEx.ormuş오 مش كلمة ال сч.قلم الاكس والواي يعني. بس دي كلها على بعضها كاسمها الاكس. دي كلها اسمها الاكس فاكلمناها اكس. اه مش بعد ما نجيبها نوصل لنقطة دي او الشكل ده. اول حاجة عشان نبسطها. هندرب يعني دي كده قلنا اضربنا. حطينا الواحدة على السابق وعشرين. والمعلوبة وفي اللي هي كان موجودة في المسألة. طيب. دي نقطة بقى عشان نبسطها هندرب دي. طبعا ما فعلش نضرب اللي طبعا بقاشين على طول. فنضرب هندرب دي عشان إبساطها هندرب الده. دي. قلنا من شوق الدارة مرة في فيديو القابل اللي فات اه الضرب اول حاجة نكتب الصايزين بتوعها اللي هما دي دي صايز بتاعتها تو باي تو. ودي الصاي일 بتاعتها تو باي وان. قلنا اول رقم بيرضمز للصفوف وتاني رقم بيرضمز للاعمدة. فدي صفين وعمودين فهتهبقى تو باي تو. ودي صفين وعمود واحد فهتبقى اه باي وان. قلنا بقى عشان هيينفعت ساني اي 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 او اي ان كان يعني ينفع ضربوا ببعض. لازم يكون الرقمين اللي هما اللي جوه دول هما الاتنين اللي جوه دول. لازم يكونوا بيساوي بعض. هنا عندك اتنين وهنا عندك اتنين. يبقى دول اصلا يقبلوا يقبلوا الضرب ببعض. طيب. ليه عرفنا منين? لازم يكونوا رقمين او عدد او مش رقمين دول. يعني هما عدد العمدة هنا. وعدد الصوف هنا. يكونوا متسوين. يعني لازم يكون لو هنا عندنا عمودين لازم بيكون عندها التي أصف فيها. الاولا عندها ت Warszامدة لازم تلاتة عاميدات. اه هنا عندها ظلم تلات عاميدات لازم عندها تلات صفوف. فلازم رقمين دول يتفقивают بعض. دول كده معناها ان هي تقبل الضرب يقبلو الضرب بعض. طيب الناتج اللي هيطلع اللي هي اanders هتضينا ايه? هتدينا السايز هتكون سايز بتاعها بنفس السايز بتاع الرقمين اللي براه اللي هما اللي اتنين هنا و الواحد هنا. وانه عشان يضرب في بعض لازم يتأكد لازم الرقم ده يكون الرقم نفس الرقم ده. طب الناتج بتاعها هم يطلع الرقم ده الصيز بتاعها اللي هو الرقم ده فيه الرقم ده. فهتبقى اه اول حاجة نكتب بس نزل واحد سالة ربعة عشرين زي ما هي انت تنسوا عاش. واحد على سالة باربعة عشرين. في ناتج ضرب في فيكتور دي. اللي هي تكون اللي هي هتكون اه وبس بنمشي بنمشي باب خطوات بقى ضرب اللي هش هحتاج برضو فيديو اللي فات اللي هي اه ضرب اه او اين كان دي 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 عندنا قلنا اتضرب بيكون صف في عمود يعني صف في كل عواميد وصف في كل صف التاني بعد كهذ! يعني اول صف نضربه في كل عواميد بعد ك��. اول صف التاني نضربه في كل عطو عميد. هيا يا نعندي شغل عمود واحد بس! فهدرب الصف الاول في العمود وقد hunضع بالصف التاني في العمود برضو. وانشوف هيت pharmacين ها طلع لنا ايه. طب. آآ نكمل. قلنا آآ اول حاجة نبصصف في العمود. بنربط ازاي? هده بصالب اربعة في التمانية. زي ما نشرحنا بردوب لكده. فهن نكتفل بس اده كده. نقدر بس. عشان نجيب اللي هو الاول. هونها بقى في المنتين. المنتين اول المنتين. فعشان نجيب آآ اول فهتبقى سالب اربعة. كيف على جنب هنا. سالب اربعة. اللي هو الرقم الاول هنا في الرقم الاول هنا. العمود الاول. آآ في التمانية. وننفل قوس. كل ده زائد الرقم التاني اللي هو السالب الاربعة التانية. في العمود التاني. الرقم التاني في العمود اللي عندنا يعني اللي هو ستتاشر فهتبقى سالب اربعة. آآ في سالب اربعة. في ستاشر. وكل ده هتطلع لنا بسالب آآ ستة وتسعين. هنكتبها هنا كده. سالب ستة وتسعين. فقالنا عرفنا كده ضربنا اول الصف الاول في العمود. فهتطلع لنا المنت الاول. طيب. تاني واحدة اللي هو الصف التاني. هتضربه ورده في العمود نفس العموض فهيبقى ايه ايه اه اللي هما الصف ده. صف ده في العمود نفس العمود برضو هو الت pregnancy وستتاشر. ف عشان نجيب الاياه من التانية هندرب ايه? اول حاجة سالب خمسة في التمانية هاتبقى سالب خمسة في التمانية نفل القوس زائد الرقم التاني في رقم التاني برضو اللي هو الواحد في ستاشر فهتبقى ستاشر على طول بقى مش لازي نكتبها ستاشر فده هيطلعلنا باسالب اربعة وعشرين. سالب اربعة وعشرين. ونكتبها هنا برضو. طيب هل دي ابسطورة هل ده كده قيمت الاكس وده قيمت الواي? لا. في هنا واحد على سابعة وعشرين بره. فهنضربها في الارقام اللي جوه. قلنا ضرب الرقم اللي هو السكالر اللي هو الكونست فيه او اي رقم سابط في الماتريكس. بيدرب الرقم ده في كل عنصر في الماتريكس دي. بمعنى فالنتج النهائي يكون ايه? هنضرب اللي هي واحد على سابعة مرة في ساتة واسعين. واحد على سابعة وارفون مرة في سلب سابع وwarzучين فهتبقى الواحد او وحد سابعة واشعين في ستة عين فهتبقى ايه? سيب سابعة سالب في سالب فهتبقى ستة وتسعين على اللي هي سالب آآ ثابعة وعنطين وماش thats истории. والتاني تبقى واحد واحد على سابع وعشرين في سابع وعشرين اللي هتبقى لعم انها واحد بنا اخر بس نكتبها برضو. سالب معشين على سالب. آآ لا مش سالب ساب عودة. اسري لساب مج best� essentially مجابعة طول. اا Lakshusين على اربعة وعشرين. فهتدينا طبعا بساطها ستة وتسعين على ربعة وعشرين فهتدينا اه اربعة فننتنى ماتركزك هتدينا اربعة. اربعة وعشرين هتدينا واحد. ونоде كده اجبنا قيمتان بتوع ااا ال اكس والاي. عادي كده الاغس. دي كده ال اكس. دي كده الاقس. اللي هيا الرقم الاول ده كده ال اكس. ورقم التاني ده كده الواي. وده طريق حل بالماتريكس او مش ماتريكس او بماتريكس دهوقتي بقى نخش على الثانية اه او طريق حل بقى بالدي ترمنت او انا اخد الماتريكس والترمنت. فطريقة ده قلتي حل بالدي ترمنت اللي هي اه او كرامل زرول. يعني اسمها كرامل زرول او او لك عايز اللي او عايز سبب الترمنت هما يتنين نفس الحاجة. اللي هي قاعد الكرامل يعني. طيب اول حاجة بنعمل لها برضو بنعمل دي طبعا يعني زي مثال بس ايه? ازاي بنحل المسألة? قبل ما نخشها مسألة. اه عندنا هنا عندنا اي وان عندنا اه انا ما اشعم معايش يا بول ده. عندنا برضو هدينا برضو نفس النفس اللي هي المعادلة اللي هي يكون اه نفس المعادلة زي اي معادلة فوق اللي هي الايه? سنجيبها من فوق احسن وخلاص. نطلع فوق نجيبها كده. المعادلة نفس المعادلة. اي هي بس المسألة اللي هو الاولين اللي هو زي ده مسألة. ده كله كده. آآ ناخده. نحطه ايه? خليل نشرح بس عليه. نحطه على جنب هنا كده. طيب هدينا بقى معادلة زي دية برضو بس الكلام. آآ بس صبعا دي امشأ دي 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 متغيرات جمعا. يعني دي بس كلها نحن خليل ايه كلها بس كلها بس دي آآ رموز عشان انت بفاهمين بس. هنا ايه? تمام وهنا الاي وان. ولوضربه في الاكس وهنا الاي. نفس الكامل اللي فوقها نفوقه بالزبط. آآ وهنا البي تو. هنا الاي تو والبي تو. جميل. وهنا السي وان. وهنا السي تو. فنعمل ايه بعد كده? هنجب نفس اللي عملنا برضو في ال specifically. هنجيب برضو آآ متريكس بتاعت كوفيشنت. والماتريكس آآ قضي والاي والفكتور بتاعت المتغيرات. والفكتور بتاعة السوابت او اللي هي القادل حدود اللي برة دي. بس نفس الكلام. الكونفشنت اللي هكتب مضروف الواي. ماتريكس والاي هكتبها زي ما هي والفكتور او مش كوفشنت ايه. الكونفشنت اللي برة عطول. طيب بنعمل ايه? بنعم نوصل ناب برضو نفس الخطوة بتاعة اللي بدأنا فيها نفس الخطوة بدأنا فيها في الانفرس وماتريكس هنبدأ برضو بيها في اللي هو هنجيب بتاع دي. نجيب كما هي نجيب بتاعها. بس بل كده ب IL عشان نجيب. دغar دي هنستخدمها. فمحتاجين نجيبها. فلاة اه هنكتبها زي ما هي اللي هي ا وهنقيتم زي ما هي نجيب بتاعها. بعدين هنجيب حاجة اللي اسمها او بتاع اللي هي اللي هي نفس الاحبز بتاع فهنعمل احنا مش هحنا نجيب الا اكس اللي هي اتنين دول. اللي هما اللي يوم دولا. وهما اسوابت. مش السوابت. الى هما اول لبر penguin بس الوابت غريبان مطلقة. احنا عايزين اجيب الائكس اللي قتة. او الاخ. فهنشيل المعملات بتاعت Иكس. ونحط بالها للسي وانا والسيتو. نفس الكلام. ونكتب نكتب بقاه زي ما ونكتب المعملات بتاعت ال why زي ما هي. اللي هي ونجيب ونجيب ما معها الترمنت بتاع الاكس. ونyszب نفس الكلام اللي هي عناصر القوة رئيسي نطر القوق الرفعية الباحية. ونفس الكلام فيه هنقض برضو الاي y هنكتب الاي y ونحط بقى دواتي هنحط الاة وان وال Bra석الي two اللي هي عوامل الاكس زي ما هي او بتاع ال اكس زي مهم�an ونشيل اللي وي هنجيب اللي اي وي فهنشيل اللي العون بتاعت اللي نحطه بدالها برضو ونجيب بتاعها. آآ وبس هيبقى عندنا في الاخر باش نجيب بقى الاكس والي نفسات نفسهم. هنقسم الاي اكس اللي هو الناتكة اللي عليه من هنا على الاولى اللي هي الترمنت الاي ذات نفسها اللي احنا قلناها فوق اللي هي كانت دي. اللي هي ديترمنت دي. هنجيب الترمنت انا نقسم الاي اكس على الاي اكس على بتاع الا. فهيدينا الاكس قيمة الاكس على طول. وهنا نبقى كان نسم بتاع الاي على الاي برضو. فهيدينا قيمة الاي. دلوقتي مسألة بقى عشان نطبق على الكلام ده. يبس ما نسل فوق برضو. بس نحلها بطريقة بطريقة. طيب هنعمل ايه? اول حاجة هقولنا بنعمل الماتريكس والتو فيكتورز اللي هم ايه? الماتريكس اللي بتاعت العوامل. واحدة بتاعت المتغيرات. واحدة بتاعت الهضور المطلقة. طيب نفس الكلامة اهو. زي ما هي? هنا هنا الاكس مضربة في واحد. بتبقى واحد وهنا اربعة. وهنا خمسة. وهنا اه هنا خمسة وهنا سالب اربعة. طيب ونقفل. بعد كده نعمل ايه ده? نعمل اه اه نعمل بعد دلوقتي بتاعت المتغيرات اللي هي تكون الاكس والواي ما عنداش جروم. اه بتساوي اللي هي التمانية وهنا ستاشر. ونقفل ده. نعمل ايه بقى اول حاجة? قلنا هنجيب ال يعني انت بقى اول حاجة الايه زي ما هي? قلنا دي الايه? دي اسمها الايه? هنكتبقى زي ما هي كده واحد. اه واربعة وخمسة وسالب اربعة. نجيب بتاعها اللي هو قلنا عناصر قطر رئيسي. ناقص عناصر قطر فرعي. طيب. يعني يبقى ساوي. واحد في سالم اربعة. نحط باس في قص. ناقص. اه اربعة. قص برضو ماشي. قص اربعة في اه خمسة. اللي هي تطلع بعد نفس الكلام بقى بكزا وانا وانا كزا بسالب اربعة وعشرين. ونسيبها عالجنب. ده عرفنا بتاع الايه? اه سالب اربعة وعشرين. طيب ده نجيب عايزين عايزين الايه اكس. قلنا الايكس بنعمل ايه? ايه ايكس برضو نكتب انا بس. الايه اكس هتساوي. قلنا هنحط قيم الايه زي ما هي. هنحنحن نحط قيم الايه زي ما هي? اللي هي اده اربعة والسالب اربعة. ونغير ونشيط قيم الايكس اللي احنا عايزينها ونحط بدلها الحدود المطلقة اللي هي التمانية والستاشرة اللي هي اللي هعطينا التمانية والستاشر ونفل بتاع ونجيب بتاعها فهي بدي بتاع 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 هيساوي نفس الكلام القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي فهنكتب تمانية في سالب اربعة ناقص ناقص الاربعة في ستاشر اللي هو هيطلع سالب آآ ستة تسعين زي ما اجلنا فيه برضو بس هو ايه هو كية كية طرية تانية هدوك نفس حل او كية كية الاكس حال ايه حل والواي لايه حل هم الواحدين بس ايه يعني عشان ده بس دي طالية ايه قد طرية تانية خلص قلنا الايه واي هنكتب العناصر اكس زي ما هي اللي هي كت واحد وخمسة اللي هما دول واحد وخمسة نكتبهم زي ما هما والده هتبقى نشير قيم اللي هي الاربعة والسالة اللي حط بدلها برضو اللي هي التمانية والستاشر بعدين نجيب قلنا هنجيب بتاعهم فهيبدي بتاع هيساوي الواحد في ستاشر نفس الكلام الواحد في ستاشر لابس ستاشر عطول برضو ناقص آآ تمانية في آآ خمسة فهتدينا آآ سالب اربعة وعشرين وانسيبها على جنب برضو. ده قلنا بقى قانون بتاع الاكس والواي آآ قانون بتاع الاكس والواي قلنا الاكس هابتتساوي الديترمنت بتاع الاي اكس على ال آآ الديترمنت تعيزة نفسها فهتبقى قلنا الديترمنت بتاع الاي اكس قلنا الديترمنت بتاع الاي اكس اللي هو سالب ستة وتسعين هنكتب سالب ستة وتسعين سالب ستة وتسعين على الديترمنت بتاع الاي نزة نفسه اللي هو كان فوق كده. بسالب اربعة عشرين. هنكتب هنا ايه? سالب. سالب اربعة وعشرين. طبعا موجة سالب وسالب. ان هي روحوا مع بعض. وهيبقى توسعين على اربعة عشرين. هتبقى تديني اربعة. ودي قيمة الاكس نفس اللي فوق برضو لجبناها بطريقة الديترمنت. ده طريقة الوزنة عفوا. ونكتب بعد هوتي الواي اللي هي بتاع الاي واي. اه على بتاع الاي اللي هو بسالب اربعة عشرين فهتبقى الاي واي اللي هي بسالب اربعة عشرين. اهي جبناها بسالب اربعة عشرين. سالب اربعة عشرين. كتبها. على الترمنت تعيزة نفسه اللي هو هي برضو بسالب اربعة عشرين. فهتبقى السالب اربعة عشرين. اللي هي تديني في الاخر الواحد. وطبعا لايه طبعا ان هو الناتج ده هو الاكس هنا والواي هنا. هي هي الاكس هنا والواي هي نفس الكلام. يعني يعني دي بطريقة الانفرس اهي باربعة وسالب اه اربعة واحد. وهنا برضو باربعة واحد. بس هو طبعا بيتلوب منك هو يطلب منك طريقة لو عايزها يعني هو يطلب اي ويطلب منك كده عايزة طريقة كده عايزة طريقة كده هتطلبها لو عايزها. اه وانت هتحل على السفوط طلبية بس. ودول كان حل اه اه اله هي الانفرس والماتريكس والآآ وبس ودي مسألة برضو عايزين تحلوا عليها بالآآ يعني بالطرقتين هون. حلوا جربوا تحلها بالطرقتين زي ما هم. طبعا دي هنا دي متغيرين. طبعا اكس هنا اكس وهنا اكس واي. السيستم كله كهول كده فيه متغيرين. فاآآ بس هتقول لي هنا مديك هنا الاكس على طول. طب هنتم مديني اكس هنا عطول بسرعة اربعة. فهنا ممكن عاوض ممكن عاوض هنا عطول بسرعة اربعة ونجيب قمت الواي. لأ هتقول لأ هو لأ هو لو طالب منك تحلها على طول. على طول كده زي ما زي ما انت عايزها بقى او براحتك. فممكن تجيبها على طول وتعاوب هنا بقمت الى اكس ونفس الكلام. لكن ما ممكن اديك هنا الاكس الاكس ايه? الاكس هنا آآآ برقم على طول. ممكن ديك برقم. بس يؤالك برضو حلها لي بطوالية الانفرس او طوالية الديترمنت. فالتمضطر تعمل له الدقيقة ده كله عشان في الاخرة برضو تجيب الاكس هتطلع بسرعة واربعة والي الواية هتطلع كزا بقى انا عايز كنت تحلوها. وتشوفوا آآ وقف معاكم في ايه او ايه اللي اللي وقف معاكم فيه عشان ايه آآ يعني راجعوا عشان نلحاوه يعني قبل ما ايه قبل ما ايه قبل ما انت حان. وبس دول كان ده كان اخر حاجة في الماتريكس والترمنت خالص طبع كده دولة نخش على اليميتس والكلام ده فبس يعني